السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة فن المطبخ والبيت النهاردة انا مش جاه اطبخ ولا اعمل اي حاجة النهاردة هوريكم حاجة عملتها وعجبتني ممكن انتو تسافدوا منها كمان النهاردة معايا الركن ده اللي انتو شايفينه ده انا شفته على الفيس وعلى الانترنت كزا مرة يعني في مطابخ وشفت منه بلاستيك فيه منه ادراج حتى التلات ادراج بمية وتسعين جنيه وفيه منه درجين وفيه منه اربعة قلتني مش مشكلة المطبخ كده كده قصدي الرف ده محتاج انه يبقى خشب اكتر من بلاستيك هو عاملي جدا حتى لو اشترتوه بلاستيك حلو جدا هينفعكو مريح وممكن تستغلوه كويس جدا يعني انا كل الحاجات اللي كانت في ضلفة المطبخ طلعتها في الركن ده ممكن كمان تستخدموه بشكل تاني ما بين التلاجة والحيطة يعني في ركنة كده بس انا للأسف ما عنديش المطبخ عندي غير متاح اطلاقا المهم فكان عندي خشب كان عندي يعني حلق باب وروحت وديته عند النجار وعملوا بالشكله اللي انتوا شايفينه ده بصوا اخد قد ايه حتى في السكر والرز والتوابل حتى في الشاي والسكر والقهوة وكل حاجة والنسكة فيه كل جميع الابرطمناط اللي عندي انا استغلتها في الركنة ده وانتوا ممكن كمان تصغروا الارفوف دي تخلوها بدل ما هي خمسة تبقى ستة او سبع خنات سبع ارفوف يعني ممكن تنفعوكم جدا انا حبيت اوليكم حاجة ممكن تستفيدوا منها اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة